بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم معلما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا ما ألف عبدين وأقم الصلاة لذكرين إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي أعصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها والعنت خف سنعيدها سيرتها الأولى والضنيا بكي لجناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدرين ويسرني أمري واحذل عقدة من لساني يفقه قولين واجعلني وزيرا من أهلين هارون أخيين أشتد به أزليين وأشركه في أمريين كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سخلك يا موسى ولقد مننا عليك مرعة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألي قذفيه في التابوت فقدفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدوه لي وعدوه الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ دمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فرجعناك من الغم وفتناك فتونا فلم افتسين في أهل من ين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرين إذ همنا إلى فرعون إنه طهار فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إننا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتغلى قال ففر ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى قال علم يا عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدى وسأكلكم فيها سفلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أسواجا من نبات شكتا كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيبكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه أن يعتمع كلها فكذب وأباد قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس طحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرهم مجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أربكم بسحرهما أن يخرجاكم من أربكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم البثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقون فإذا حبانهم وعسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تستعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل ما لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحر سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبطا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فطر ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكره تبا عليه من السحر والله خير وأبطا إنه من يأتي ربه مجربا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤنبا قدع من الصائحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحقها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاطرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ذركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هبا يا بني إسرائيل قد أنجلناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ورزلنا عليكم المن والسلوان كله من طيبات ما رزقناكم ولا تطهوا فيه فيحل عليكم غضبين ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجبك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على ما أصلي وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فثمنا قومك من بعدك وأضلهم السابرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفان قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا منا أخلفنا موعدك بملكنا ولكن ما حم لنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فثنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم طلور ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يبنى أمنا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا ساهري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فهبذتها وكذلك سوغلت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعبا لن تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن مسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وصرع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسراء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يكون أنفرهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألوا مكان الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذروا آقا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاة إلا من أذن له الرحمن ورقي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خام من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا يضمى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب سزني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا علو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا علو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرار وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يحسفان عليهما مروا ورك الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتب له ربه فثاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشفى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكه ونحشره يوم الكيامة أعمى قال رب لمحشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى قال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولندها قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأقرى فالنيار لعلك ترضى قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكنا بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلتبع آياتك من قبل أن ذل ودخزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراق السوي ومن اهتداد صدق الله العظيم اللحظر 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 اشتركوا في القناة